في هذا المنزل المتواضع يعيش الشاب هشام وهو طال في المرحلة الثانوية ويعمل على استكمال بناء مجسم يمثل اختراعه الذي اطلق عليه الطاقة الاسفلتية مستخدم فيها قطع حديدية متهلكة وادوات كهربائية بسيطة لوضع صورة مصغرة للاختراع هشام ذو الثمانية عشر ربيعا قرر تحدي ظروفه المادية الصعبة وإنجاز حلمه متسلحا بتشريع يسرته والدعم والإرشاد من أساتذته في المدرسة الذي يمثل بداياته الأولى نحن في المدرسة تبنينا الفكرة وتبنينا العمل لتوصيل الفكرة إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه وبدأنا في التواصل مع الأخوة في مسجد حضر موت الاختراع وقمنا بزيارة وأخذنا الطالب معنا والطلاب آخرين والحمد لله تحصن على شراكة مع مسجد حضر موت الاختراع بعد أشهر من العمل الدؤوب والمستمر تمكن هشام من استكمال المجسم الذي اخترعه وتهدف الفكرة من ورائه في إنارة الشوارع ذاتيا بتحويل الطاقة الحركية حين مرور السيارات على العجلة الدوارة وتحويل الحركة إلى طاقة كهربائية عبر تخزين الطاقة في بطاريات تحوظ الشحنات لإضاءة الطرقات مساء الاختراع يتكلم حول الطاقة البديلة والذي هو عبارة عن إنارة الشوارع ذاتيا عن طريق حركة الأسطوان الدوارة وبداية المشوار كانت مجرد فكرة هكذا وحاولت أن أسأل وتعرف حول هذه الفكرة والحمد لله نفتها شارك هشام مؤخرا بمعرض حضر موت الاختراع الذي أقيم بمدينة المكلة ولذلك عرض اختراعه أمام زوار المعرض هشام واحد من مئات الشباب المبدع والمتألق الذي يحتاج لقليل من الدعم والتشييع كي ترى بداعاتهم النور وتتحول من مجرد أفكار إلى واقع عملي تستفيد منه البشرية حداد مساعد قناة بلقيس حضر موت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر